سلام لار جيبير اورنجلاري مرحبا طلاب الجيبير اليوم بدنا اخد الصي مش فعل زائد ص زائد مش اي يعني الص هي الشرط وكانت ابتجي اذا نذكر من البابير ابتجي بمعنى اه تمني ايضا بعد الفعل مباشرة بدون الزمن ويوجد هنا مش الزمن الماضي النقلي وزائد هنا فعل فيل. evet arkadaşlar, şimdi buraya dikkat edelim. الكتاب في اسطنبول عطانا فعل زائد صمش وقال هذا الإضافة هذا اللاحقة فيل'in gerçekleşmesi dileğini arzusunu ve bunun başkasından duyulduğunu sonradan öğrenildiğini ya da sonradan fark edildiğini belirtir هذا الإضافة تبير لنا فيل'in gerçekleşmesi dileğini يعني يوجد أمني كي يتحقق الفعل إذا نكتب أول شيء بهذه القاعدة منقول هذه القاعدة لما نتأمل بتحقق الفعل يعني بيكون في عنا أمنية وفي عنا أرزو الأرزو يعني تمني أيضا تمني بشدة ve bunun başkasından duyuldون وأيضا يعني من ريد الفعل يتحقق ولكن يعني من ريد الفعل يتحقق بتكون تمنيتنا بس بكون سماع الفعل من شخص آخر أو علم من شخص آخر أو انتبه إليه في وقت لاحق يعني انتبهنا على الشيء أشان نفهم القاعدة أولا bir örnek 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 ilaçlarını kullanmaya نفهم يعني بشكل مبكر أي بشكل أسرع إلاج لرنو كولان ما يدامت سيمش يعني لو كان مستخدم أدويتو لكان شفي بسرع بالعمية يورقون أول ما سيمش يورقون أول ما سيمش من أيضا أو يعني هو لو لم يكن متعبا قال وقيلة طبعا أول ما سيمش يعني هو قال لي أنا أنقل لك مثلا أو سمعت من آخر عم بنقل لك الكلام قال لو لم لو ما نوتعبان يعني بوأكشن بزي ما يقلجك مش أنجك يورقون مش فهن نوضح أنه قللي إلي أنا عم قللك لك أو عم قول لكم يورقون أول ما سيمش بوأكشن بزي ما يقلجك مش أنجك يورقون مش لو لم يكن متعبا لكان قد أتى للعشاء إلينا ولكن يبدو عليه بأنه متعب أو قال بأنه متعب يورقون مش من قول الكلام هنا أهم شيء أن هنا فهم الجملة بهدوء أمنيات كمريم تقلوا أول ما سيمش الأمنيات كمري يو حزام الأمان يعني بالسيارة أمنيات كمريم تقلوا أول ما سيمش كم بلير بشمانة لار جلجك مش الآن هذه الجملة أصدقائي نستخدمها أحد من أجلنا نستطيع أن نقولها وإذا أنا بدي أحكي عن حالي بشكل غير مباشر يعني قصده لو لم أضع لو كنت ما قد وضعت حزام الأمان كم بلير بشمانة لار جلجك مش بمعنى أنه من سيعلم ماذا كان سيجري على رأسي يعني الله بيعلم شو كان أنا سيصير على رأسي لو لم لو ماني حاطت حزام الأمان لو ماني طلعت حاطت حزام الأمان أيلين هنا يوجد بان طبي كي بان أيلين جوك فزلا بكلممك için ملعكة ده جج جلس ميمش هنا في أخد رأي مثلا يسألوني شخص عن أيلين يقول أيلين تقول جوك فزلا بكلممك için كي لا تنتظروا كسيرا ملعكة ده جج جلس ميمش هل لتأتي يعني تقول هل لتأتي للملاكات أي ملاكات لقاء عمل أو مسابقة بمعنى بتصير كمان هل لتأتي متأخرة كي لا تنتظروا كثيرا أيلين شمدي أركضش لار هون طبعا يوجد عندنا صاي إذا انتبهنا للصاي مش مثلا أنا وضعت هنا فعل ألمك هذا التصريف كي لا تقوا بخطأ أو تطلع القاعدين باللفظ وبالكلام وبالكتابة بالمحادثة تمام ما يكون فيها خلال أيضا وضعنا الأل وزدنا صا وزدنا صا طبعا نحط الي حرف وساعد ونزدنا مش ألصاي مش شم إذا وضعته الأل وضعته هنا أيضا بتصير ألصاي مش شم لو كنت قد أخذت يعني لو طلعت أخذ ألصاي مش شم ألصاي مش سن ألصاي مش بالضل مثل ما هي فإذا بن ألصاي مش شم ألصاي مش شم ألصاي مش شم ألصاي مش شم كيف أنا أستخدم هذي بن ألصاي مش شم لو نطلعت آخذ يعني لو كنت آخذ طبعا وهو معناته أنه أنا ما أخذت يعني لو كنت قد أخذت وفي ندم بالموضوع بيكون الوقت فات شوي ألصاي مش شم أو ما تم الفعل ألصاي مش شم لو كنت قد أخذت المصايمشم لو كنت ما أخذت الألصايمشم الألصايمشم بالسؤال الإيجابي قيل أو قال هل كان يجب علي أن أأخذ تمام ألصايمشم ألصايمشم هل كان يجب علي أن لا أأخذ القال والقيل بمعنى التمني أصدقائي سان ألصايمشم ألصايمشم مثلا كيف أقول هذه الجملة سان أركن سان أركن ماركتتن أكمك ألصايمشم أكمك سيز كالمازدن شوفوا يعني كالمازدن لو كنت قد أخذت من الماركت خبز بوقت مبكر لما بقيت بدون خبز يعني لو طلعت آخذ أنت من الماركت خبز تمام بكير لما ضليت بلا خبز ألصايمشم طبعا ممكن شخص قال عنك إلك وأنا عم بنقلك إلك الجملة هاي تماما فإذا يوجد هنا بان هنا مهم جدا يعني بان كونشورم سان أنت صاحب الجملة عب خطبك إلك تمام وآه هو قال للكلام فأحد قال للكلام أنا أقوله البان أقوله لك هذه الجملة إذا يوجد بان سان أو على الأقل أو قالوا مثلا قالوا عنك يعني في حدا حكى عنك شي وأنا البان عب بنقلك الجملة هاي ألصايمشم تمام أو بجوز رحنا لنأخذ الخبز وطلع ما في خبز وحكيت لك الجملة أنا مباشرة لوجهك يعني ألما صايمشم لو كنت ما قد أخذت يعني ألصايمشف هل كان يجب عليك الأخذ طبعا هل كان هل ليت عليك كان أن تأخذ بتصير بهال معنى كمان بمعنى ليت ألما صايمش هل ما كان يجب عليك أن تأخذ أو ألصايمش ألما صايمش ألصايمش ألما صايمش احكذا بيز ألصايمشز مقبل though المصاي مش سنز ألصمي مش سنز ألماسا مي مش سنز ألصالر مش ألماسالر مش ألصالر مي مش ألماسالر مي مش أية أرخداشتار أكثر شيء استخدموا للبان يعني بالحياة اليومية ولا الأو ولا البيس ولا السيز أيضا يعني تستخدمها كثيرا أصدقائي لو طلعنا آخدين لو طلع آخد يعني كم في تمني؟ تماما للفعل كي يتم أو انتبهن علي كن لازم اتم فهذا التصريف مهم جدا ولا ما موجود في الكتاب Evet arkadaşlar لنواززز المعلومات Aşağıdaki boşlukları örneklerdeki gibi tamamlayalım لنوكم الاججمال كما في الامسلة Şimdi buraya dikkat edelim Biliyor musun Kardeşim bu soruyu daha yap Sınavı kazanabilirmiş Bir soru daha yap يعني أقول لك هل تعلم لو كان أخي قد فعل أو حل سوريا ما كون لو حلى سؤالا واحدا أيضا يعني ضها بمعنى أيضا Sınavı kazanabedir مش لكان قد استطاع أن ينجح في الامتحان يعني تعرف لو أخي حال السؤال واحد يب سوريا لك يعني أن يحكي عن أخي الغائب لو كان فعل لكان شو لكان نجح في الامتحان فإذا بتبعي ينهون ياريت عمل بسماء عمل ما تلع عمل ما تلع عمل ما تلع عمل saymış يعني بالنسبة للدكتور أكون قد عملت بكثافة لهذه الدرجة لما أصبحت مريضا çalış ما say مش م doktora göre doktora göre bu kadar yoğun çalış ما saymış böyle hasta olmaz مش شوف أصدقاء البن الم saymışم فإذا حطيت هون بدل ال çalış نفس المبدا فليهذا من أجل ذلك أنا صرف يعني كتب تتصريف هون فهنا مهم جدا شوف çalış ما saymışم böyle hasta olmaz mışım 3 Ferda bizim لتاتي ل gel evde benim için de yer var diye soruyor diye soruyor تسأل بي أن evde benim için yer var mi mış طلع مكان هل يوجد مكان من أجلي في البيت لماذا فرض bizim la tatile gelse mi mış طبعا هون أقول هل تأتي طبعا هي تقول هي تقول وأنا أن قل الكلام فأقول فرض تقول هل تأتي معنا للعطلة benim için de yer var مي 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 دور أقول خالصا يمكنك في الامس أن هناك الجو يعني كتبه سيئة إصباح سيئة أفضل إذا كانت أبدافت لكي حيث لكي أتبعني في الجلوس في البيت إذا كانت أفضل في الجلوس في البيت الآن كيشك دون أضعكي الدين هناك في السيئة وكذلك أصبعنا ساعمش مش طبعا هون عم بيقول شخص يا ليتم بارح ما كان يعني ليتا لم يكن الجو سيء في الأمس لهذه الدرجة بقدر كتو المسا مش سيز أفدأ أطر مكزولون دا كالمازمش يقال يعني أحد يقول هنا هنا ضروري جدا يقال لما كنت أو أحد قال يعني قال لما كنتو قد جلستو في البيت يعني لما كنتو طلعتو yani لما كنتو انجبرتو جلوس في البيت evet arkadaşlar onunla bu kadar açık konuş ne söylüyor onu kırmış mıyım evet onunla bu kadar açık konuş ne söylüyor onu kırmış mıyım الان هنا مهم ne söylüyor şu an يحكي ماذا يقول onu kırmış mıyım هل أنا كسرته اي زعالته kırmak هنا بمعنى مجازي kırmak اي كسرته اي زعالته onunla bu kadar açık konuş konuş ما say م konuş ما say مجازي 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 onunla bu kadar konuş konuş masa نقول موسيقى أقول لديه أسرحة جميعا فقد أسرحة فقد أقومت فقدمت لكن فقدمت 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 شو عم يحكي شو كان ما لازم أو هل كان يجب علي أن أتكلم معه بكادر أتك بشكل واضح أي بجدية يعني شمدي أرقضيشار نوع تاني من الجمل أشهدك جملالرد دورو جواب إشارت ليلم لنؤشروا على جواب الصح هنا شمدي أرقضيشار طبعا عطينا هون مقارنة الجملة هنا ليتني قد أتيت من قبل من أجل المعالجة وهنا أيضا طبعا في عنا فعلين هون قلسي دم وقلسي مشم بدنا نختار إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة من هوم جلسي دم وغلسي Böyle olacağını hiç düşünmemiştim فهنا هنا كشك daha önce tedavi için كشك daha önce tedavi için gelseydim Böyle olacağını hiç düşünmemiştim يعني هيابتن قال ها gelseydim هدا الصح هنا في هذه جسملة بها أنجة تحت كشك دها أنجة تدافئة جلسيدم جلسيمشم دكتور أرتك شك جيش olduğunu سيلمش هي جملة واحدة ولكن هون تختلف بأنه يقول قايل الدكتور قد قال الدكتور أو قال أو نقلة بأنه قال كشك دها أنجة تدافئة جلسيمشم فهون الجواب جلسيمشم ليش؟ لأن الدكتور قال ولكن أصدقائي بصراحة بالحياة اليومية نستخدم هيك أما إذا أتت مقارنة في هذا الأفضل و هنا أكيد أن يجب علينا أن نقول في جملة ثانية أكيد أنه سيلمشم çünkü دكتور artık geç olduğunu söyleمش قال الدكتور بأنني قد تأخارتو ليتني قد أتيتو بشكل يعني من قبل إلى الدكتور evet إلى المعالجة 3. bu kadar çok çalışmasaydım çalışmasaymışım başarılı olmayacağımı biliyordum لو لم أكن قد درستو أو حسب الجملة القصد فيها عملتوا لهذه الدرجة بصيدم 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 نوعين كونتاو عرفه بعم يا نسوف العنجاح بطسير أعلم ليش بكادار كمال كالو كلام فأنقلوا الكلام عن ما قالوهو فإذن لديك لرنا قرأ بقدر جوك چالش ما صايمشم لو ماني طلعت يعني بالعامية لو ماني طلعت دارس لهالدرجة لما كنت انجحت لما كنت قد نجحت لو لم أكن هم قالوا إذن ويوجد أشخاص قالوا بش انجليز جمي جلشتر سيدم جلشتر مك التطوير لو كنت قد طويرت في جامعة لغة الإنجليزية الإنجليز جمي فعلنا جلشترسي مشم şimdi güzel para kazanırdım جلشترسيدم نقول لأن أقول الكل مهان أنا مدرك الفعل tamam أما söylediklerine göre قالوا söylediklerine göre كما قالوا يأتي بجمال dediklerine göre söylediklerine göre مثلا كتير بجمال söylediklerine göre انجليز جمي جلشترسيدم جلشترسي مشم beni işe alabilirlermiş هنا يقولون كما يقولون لو كنت قد طويرت أو حسب ما قالوا أو برأيهم söylediklerine göre مثل ما قالوا yani كما قالوا لو كنت قد طويرت لغة الإنجليزية طبعا قد طويرت جلشترسي مشم ليش بني işe alabilirlermiş لكانوا قد أخذون أو قيلوا أو قالوا بأنهم لكانوا قد أخذوني إلى الجامع فإذن المعنى أصدقائي هيك هم قالوا وكألك وأيضا هون لكانوا قد أخذوني بتصير إلى العمل كي أعمل يعني شمد أخذوني شمد أخذوني شمد أخذوني لنقول من هم فهذا له علاقة بالدلما الشمس طبعا هنا يعني هي معنى الشمس ولكن لغة تركية قديمة أيضا يجبون للكتاب هون مهم 16 aşağıdaki konularla ilgili ne düşünüyorsunuz birini seçerek düşüncelerimizi yazalım قال ماذا تفكرون عن هذه الجمل لنختر واحدا ولنتكللم gerçek aşk nedir ما هو العشق الحقيقي الحب الحقيقي ilk aşk unutulur mu هل ينس أو العشق yani أو العب عين الحب عمياء عين الحب عمياء يعني العين البيعشاء ما بشوف احد evet sonra konuşma var burada aşağıdaki aşk ile ilgili sözlere bakalım قال لننظر إلى هذه الأقوال التي هي يعني العشق özlü sözler yani özlü sözler yani يعني مختصر يعني يعني زوقيمة özlü sözler hangisine katılıyorsunuz ايهما تشاركون الرأي من هذه الجمال yani nedenleriyle açıklayalım لنشرح بالأسباب aşkı aşktan başka bir şey söndürmez قال لا يطفئ الحب إلا الحب doğru neden çünkü aşık bir insanın başkasına aşık olması lazım ki ilk aşkını unutsun يعني يجب الشخص يعني ان يحب مراتا ثانيا ينسى الحب الأول بم هذا المعنى 2 aşkı akılla yenmek mümkün değildir gançarov taban هذا mevlana يقول وهذا gançarov gançarov ماذا يقول aşkı akılla yenmek mümkün değildir ليس bilmümkün an taglub yenmek yani aşkı حقيقي عشق اصدراب çeker ve sessizdir اصدقائل اصدراب معنى ها طبعا نجة تبكزة معنى اصدراب وهي بمعنى acı الألم üzüntü الزعال وما شابه وايضا بمعنى الاضطرابات حقيقي عشق اصدراب çeker ve sessizdir يعني الحب الحقيقي يعني يتألم يزعل يضطرب وهو صامت وهو بصمت الحب الحقيقي يعني هو صامت ويتألم بش عشق ve ekstrik saklan mas طبعا نون اسكر وايل قال هذه الكلمة بالخمسة جورج هربرد قال اشق و اكسرق saklanmaz يعني الحب والسوال لا يخبأ ما بيتخبأ لا تستطيع ان تخفي الحب او السعلا يعني ايه كوفيتيس ماذا يقول انسان kalbindeki gerçek aşk 4 nala giden bir attır نه دزجن دانان لار نه سس دين لار طبعا 4 nala gitmek 4 هذا ديم بعد قليل سناء خسو يعني دي 4 nala 4 nala 4 nala gitmek احنا نستخدم هذا العبارة يعني çok hızlı بمعنى يعني نال تنقال لرجل الحمار و يعني وتقال لا ايضا لل للفرس النال هي حزاء هي حزاء الفرس و الحمار الحمار و الدزجن اصدقائي يعني قصده هو الحبل دزجن دزجن اي اذا قلتوا دزجن لا يعني وقفه الدزجن هو قصده بالحبل هنا فإذا لنترجم الجملة إنسان قلبندك جرچك عشق 4 نالا قدام برأطر فإذا الحب الحقيقي الذي في قلب الإنسان هو يعني يعني يشبئه ب كفرس يعني باربع باربع أحزية ندزجن دان ان الله لا تفهم بالحبل يعني السيطرة عليها ووقوفها ولا بالصوت نا سس دينا ولا تسمع الصوت 7 إنسان ne kadar büyük ruhlu olursa aşkı o kadar derin bir şekilde duyar Leonardo da Vinci يقول إنسان ne kadar büyük ruhlu olursa يعني كُل مَا كَنَ الْإِنسَانُ رُحُهُ كَبِيرًا Aşkı o kadar derin anlarsa يَفْهَمُ الْحُبْ أيضًا لِهَذِهِ الدَّارَجَ بِعُمْقُ يعني يَفْهَمْ بِعُمْقُ الْحُبْ أيضًا 8 يَفْهَمْ يَفْهَمْ السَّمَّةِ يعني قَتِ الْقَاسِيَ evet sevgili arkadaşlar böyle şimdi kültürden kültüre من ثقافة إلى ثقافة aşkın tacı تاج الْحُبْ evlilik عَدَةِ الزَّوَجْ aşkın tacı evlilik gelenekleri تُرْكِيَ تُزْلُ كَهْوَا yani تُرْكِيَ وَالْقَهْوَا بِمِلْحِ Türkler için kız isteme merasiminde kahve ikram etmek önemlidir عند طَلَبْ الزَّوَجْ الْبِنْتِ عندَ الْأَتْرَاقِ في مَرَاسِم الْخُطْبَ يعني اِكْرَام الضَيْفَ الْقَهْوَا مُهِمْ gelin olacak kız tarafından yapılan kahvelerden damada ikram edilecek kahvenin içine tuz konması bu merasimde bir gelenek halini almıştır yani يَقُولُ gelenek halini almıştır اَخَلَثْ عَادَ يعني اصبحت عادة الفتاة التي ستخطب يعني البنت اللي بدأت انخطب انو توضع في القهوة ملح متى في مراسم الخطبة يعني دامادن سبا سبا اشتهي tuzlu kahve يعني هذه القهوة التي يشربها العريس داماد العريس عائلة içine صبر وَاَجَلِينَ جَلَيَكَ هَرْسِقِنْتِيَا قَطْلَنْمَيِ سِمْجَلَرْ تَعْنِي شُرْبُ الْقَهْوَ الْمَالِحَا يعني هي بأن داماد سَيَكُونَ أي العريس سَيَكُونُ سَبُورًا من اجل العائلة اعلى اعلى için sabrı وَاَجَلِينَ جَلَيَكَ هَرْسِقِنْتِيَا يعني يعني يرمز ذلك بأن كل ما سيأتي للعائلة من مشاكل سيكون صبور الزوج مستقبليا من اجل العروس أركضشلر داماد الداماد هو بمعنى العريس وأيضا هو بمعنى الصهر يعني وَالْقِلِينَ هي العروس وَالْكَنَّة أيضا العروس وَالْكَنَّة Evet arkadaşlar Hindistan دامادا ayak بانيوس Hindistan الهند دامادا ayak بانيوس يعني غَسِلْ رَجْلَيْنَ الْعَرِيسِ Düğünde damat kayınvalidesi tarafından karşılanır düğünde يعني يعني يُستَقْبَلْ مِنْ قِبَلْ الكَيْنَة وَالْكَيْنَة كَيْنَة كَيْنَة يعني الْحَمَيَة يُستَقْبَلْ Düğün yerinde yakılan kutsal ateşin etrafında 4 kere dönerler العروس وَالْعَرِيسِ Düğün yerinde yakılan kutsal ateşin etrafında يعني العروس في المكان الذي سيكون به زفاف يُشَعَالْ نَار هناكَ وَيَدُونَ حَوْلَ النَّار 4 أَدْوَار Masalarına doğru koşmaya başlarlar وَيَبْدَعُونَ الرَّقِطْ بِتِّجَةَ طَوِلَاتِهِمْ الطَوِلَات Kim ilk oturursa evde onun sözünün geçeceğine inanılır inanılır من جلس أولاً إلى الطاولة يُعتقد بأنه سيكون صاحب القول في البيت يعني مين بيوصل على الطاولة أول شيء راح يكون هو صاحب القول هكذا يعني يُعتقد inanılır 5 أين أم بشي أورسو الصيدر 5 في الصيد يعني نصف الشهر خمسة عشر في الشهر يُعْتَقَدْ بِأَنَّهُ مَدَنْ آَيْلَسِي يعني أهل العريس الذي سيتزوج يذهبون إلى المختص في علم الفلك باشورك يعني يقدمون له الموضوع يعني بيحكو له عن موضوع أولاً أولاً من يدو شنان لار حقاً دا يورو ميشتر يعني يذهبون إليه ويطلبون المعلومات عن الأشخاص الذين سيتزوجون أسترولوجي أزماناً حضر لديه هورسكوب داماً الهورسكوب هو مثل تقويم أو يعني شيء يجهزها الأسترولوج إذا عجب الأسترولوجي أزماناً حضر لديه أصابة الأشخاص الذين سيتزوج إذا أجدوا المناصب لهذا الهورسكوب أهل العريس الذين سيتزوج يجبون أصابة وصابة يتزوجون أصابة لإبنهم وأصابة لعائلت ويقولون أيضا يجب عليهم أن يفعلوا نفس العملية يعني لازم أن الهل البنت كمان يروحوا أي تقويمين 7. آيانا son 15 gününde يعني في تقويم القمري في سابع يوم في الشهر السابع في اليوم الخمسة عشر أولا من الأعوارسوز olduğون يعتقد يعني في الشهر السابع خمستاش في الشهر السابع أن الزواج في شؤون çünkü o dönemde cehennemin kapısının açılıp kayıp ruhların serbest kaldığına inanırlar لأنهم يعتقدون بأن في ذاك اليوم تفتح أبواب جهنم والأرواح الشريرة يعني تخرج هكذا يعتقدون 1. kültürler arası evlilik gelenekleri arasındaki farklar nelerdir يعني ما هي الفرق ما هي الفرق التي بين yani عدت الزواج tabi ki Türkler'de ne deriz منكول يعني سهل Türkler'de kahve tuzlu kahve içmek Hindistan'da süt ayak yıkamak bal ve süt ikram etmek evet هكذا Çinliler'de astroloji uzmanına başvurmak eydan sizin kültürünüzdeki evlilik geleneği nasıldır söyleyelim قال لنا تكلم كيف عدت الزواج في بلدكم söyleyelim هكذا şimdi aşk aşk olsun يوجد عندنا kelime في التركي aşk olsun سنقول kelimeler gibi deyimlerin de manaları zamanla değişebilir الديم هو التعبير اسم الديم tabir yani اسم التعني في اللغة تركية مرادف tabir kelimeler gibi deyimlerin de manaları zamanla değişebiliyor yani تتغيير معاني التعبير مثل الكلمات مع الزمن bu değişimler ilk ve asıl mananın yorumlan massı yani durumlarla harmanlan massı gibi sebablar لagerçek leşiyor çoğu zaman yani اكثريا هي تتغيير بهذه المعاني لأنها تفسر بمعنى مختلف أو لمواجهة مواقف مختلفة وَهَكَذَا تُرْبَط yani بِسِرْ اِرْتِبَط بين الْكَلِمَاتُ بْتَغَوْتْ مَعَانِ مِخْتِلْفِ Fakat ne kadar başkalaşmış olursa olsun yine de özündeki maksadı kaybetmiyor deyimler yani رَغَمْ تَغَيُّرَتُهَا كُلْهَا التعابير لَا تَفْقَدْ مَعَنَاهَا اَبَدًا yani لَا تَفْقَدْ bir dilin كَلِمَةَ وَدَيْمَلَرِنِنْ كُلْتُرُو تَشِمَسُّ بُلْلَرِنْ تَدَاوُلْدَكِ مَالَالَرِنِ بِالْمَكْتَنْ أَتَى قَالْ بِرْدِلِنْ كَلِمَةَ وَدَيْمَلَرِنِ كُلْتُرُو تَشِمَسُّ yani اذا في لُغَة حَمَلَة سَقَافَة التعابير والكَلِمَات فَقُوْتُهَا yani تُحْتَسَبُ بِالتَّدَاوُل وَبِالْمَعَانِي يعني هذا يؤخذ بالحسبان للُغَة يعني اللُغَة إذا كانت هك فبتكون تمام بمعنى لارلا أصلار عرصند ارتباط كورولونجا ممكن أولو بليور بو يزدان يعني كما قلت ذكرنا قبل بشوي أنه إذا كان ارتباط بين الكلمات وبين التعابير يعني يصبح تمام الوضع تصوّف دلميزة armağan ettiği فقط günümüzde bilhassa hanımların sitem için kullandıkları aşk olsun deyiminin aslını bu çerçevede arayıp bulmaya çalışalım yani لنبحث عن كلمة aşk olsun التي تستخدمها النساء بشكل عام و هذه الكلمة التي أطونا هي yani المتصوّفون daha yakın zamanlarda هنا النساء تستخدمها قال sitem için يعني sitem كي من أجل موقف يعني عندما لا يعجب المرأة شيء فتقول أشق olsun يعني بمعنى حرام عليك daha yakın zamanlarda bir تقدير أو hayranlığı anlatmak için kullanılıyordu bu deyim قديما كان يستخدم هذه الكلمة كلمة aşk بمعنى التقدير أو المده أو الإعجاب 17. asrın mevlevi büyüklerinden arşidede yani في القرنسى وعشر arşidede من الأشخاص المولوين الكبار sıradan insanların ihtiyaç saydığı şeylerin peşine düşmeyip kanaat tekkisinde bekleyen yani kanaat etmeyi bilen kalender dervişlere aşk olsun diyerek övüyor yani هذا شخص كان يمدع السوفيين التك yani فتكية هذا الوقت اللي بكون مخلسين ancak deyimin aslığı bu değil ولكن في الحقيقة ليس هذا معنى الديم mevlevilerde selamlaşma maksadıyla kullanan aşk olsun tabiri muhatap için Allah aşk versin aşkını ziyadeleştirsin aşkını ziyadeleştirsin yaptığın her iş aşkla yaptırsın yaptığın her işi aşkla yaptırsın yani في الحقيقة كَنَوِسْتَخْدَمْ بينَ الْمَوْلَوِيين yani اَيْسُّفِيين المُتَصَوِّفُون بِمَقْسَدْ yani kelimet aşk olsun هي تُخَاطِب yani زيد الحب عندك وَاللَّهِ يعني يَجْعَلُكَ تَفَعَلْ كل شَيْء بِمَحَبَّ يَبْطِن او كل شَيْء فَعَلْتَهُ فَلْيَكُلْ فِي مَحَبَّ yani مَقَامında بِرْدُعَ يعني كان هو بِمَسَابَ الدُعَ دِكَّةَ دِلِرْسَ kazandığı sonraki manalarda bu دعا yine ديم zemin oluşturuyor اذا انتبهنا يعني يعني الدعاء اللي اللي يستخدم بمعنى أشكل صند اللي يستخدم بمعنى الدعاء هو يعني يصبح الأساس بالجملة بهذه الكلمة ستم مقصدي لسولنا أشكل صند والكلمة هذه التي تستخدم من أجل يعني الستم من أجل شرح موقف بشكل سلبي الله sana أشكل بمعنى نصيب اتسن çünkü من böyle بك çünkü öyle بك سيدن bu yanlış değerlendirme yapmaz doğru görürdün دا يُقصد هنا عندما يقول شخص لك aşk أشخص عندما يقول شخص أشخص انو الله يعني يطعمك الحب الحب بلطاف هنا ترد يعني لَو كنت نظر تلي الامر بشكل سواب لما رأيت هذا فيني تَقْدِر اشخ وَأَجَنْ تُسْتَغْدَمْ أَشْكُلْسُمْ مِنْ أَجِلْ أَنْ تُقَدِّرْ أَمْرِ أَبُلَنْ مَهَارَتْ أَسَرْ يَهُدْ تَوْرَ أَوْرَ أَذَلْلِينَ انcak aşkla mümkün olduğu olabileceği kabul yanında bu güzelliğe harikulade imkan veren aşkın artırılması niyazı var ايضا هي تُسْتَغْدَمْ قال كتعبير مدح المهارة او الجمال او العشق اللي ممكن انه يصير وهكذا أَشْكُلْسُمْ اَشْكُلْسُمْ ديم نيزن سيزن كُلْتُرُ نزَّكَارش اللي وارم هال يوجد في ساقفتكم يعني بديل لكلمة aşk olsun كلمة aşk olsun بالعمية منستخدم انه حرام عليك يعني انا ماني هيك طبعا هو بلطف يكون انت لا تقبل الذي يدعى عليك او اللي بيقول لك يوما عجبك حرام عليك انه انا ماني هيك الله يسامحك بمعنى الله يسامحك يعني طبعا الله يعطيك الحب والعافية يعني بهذه المعاني اصدقائي يعني انه في الجبير يوجد كلمات كثيرة طبعا هون يوجد بلغة اكيديمية يعني مكتوب ادبية ونه يوجد مدنيتimize yön veren ler cengiz aytmatov منصح النتقره دا النص وقراء gelecek ders görüşmek dileğiyle sevgili arkadaşlar kendinize iyi bakın الله يساعد امانت 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 امانت